اشتركوا في القناة نحكي عن الجامعات بالعالم شو عم بصير بدنا نحكي عن النزوح ورشوة المليون مليار يورو بدنا نحكي عن الهجرة الموسمية ونحكي عن هالإبداع الجديد كيف بيخترعون لنا مصطلحات جديدة في كتير إشياء نحكي بس أنا رح بلش بموضوع الساعة بلبنان موضوع الساعة شقفتين ما بعرف إذا هن للإلهاء عن قضايا كبرى عم بصير أو هن بإطار عن جد نحن الأد بمخاطر بس هاي المخاطر مش همرا يوم ويومين بليش هلأ؟ عم بحكي عن التيك توك عصابة التيك توك يلي فرخ منها عصابة مخدرات عصابة لعب الميسر على المواقع الإلكترونية على العملات الرقمية فرخ أشياء 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 مش صبية بتعرف عن حالة شي تاني مش هما نجرح لمشاعرها لشخص بتعتبر حالة أنه فنانة مست بالعزة الإلهية مست بالاستقرار اللبناني مست بحريط المقدسات بلبنان هؤلاء القصص هيك بصيروا بالصدفة؟ هيدا سؤالة وهيدا موقفة والباقي عندك يعني قصة التيك توك هي هل عم يركزوا على التيك توك تتبهي لأنه صيني بس ما عندك الريلز اللي هو أمريكاني والفيسبوك وإنستغرام وهيدي كلها بتقديري إنه هيدا وظيفتها الأساسية هي الإلهاء لأنه هي لا تقدم شكل فني هادف بالأساس هي بتقدم واحد يقطع وقت سكتشات سريعة هاي بدي يعني حتى منشوف في المسلسلات القديمة كيف عم بيقصموها وبركزوا على سكتشات بيطلعوا مشاهد معينة من سياق العام وبيحطوها الهدف الأساسي هو إلهاء الناس إلهاء الناس عن همال أساسي طيب شو الفرق بين تنقول هاي بنبلش بقصة الكوميديا يعني شو الفرق بين هايدي الشي اللي هلعب بيصنفوه كوميديا وشي اللي كنا متعودين عليه إنه كوميديا اللي بيطلع بالتلفزيونات طيب أبو سليم كوميديا طبعا على مدى ستين سنة شو شو كوميديا وشو شو كوميديا على مدى ستين سنة ما استخدموا كلمات زفرة أو تعبير زفرة للإضحاك حتى اللي بيجوا بيحاولوا إنه مثلا بمسرح زياد الرحباني وقالت اللي كانت تفلت لها كلمة كانت تفلت من ضمن سياء معين وكله هذا كان فيه رقابة للأمن العام إذا يعني طيب هوني هايدي الأشكال الفنية اللي عم تطلع أين رقابة الأمن العام ليس فقط لضبط المضمون بما لا يخدش الحقيقة العام بما لا يخالف القوانين بس كمان يعني بما يحفظ الزوء الفني فهيدي مش كوميديا هايدي محاولات إلهاء مثل إنه إذا بدك مثل المخدرات يعني المخدرات هوني شو وظيفتها تدمير مجتمع كيف عبر عزل الإنسان تدمير صفته وعزله عن الواقع طيب نفس الشي هاي الأشكال اللي تصنف كوميديا وفاجأة بتطلع إنه قصة حرية التعبير قبل قبل ما تتابع دكتور بس ما ديقول إنه نقابة الممثلين بلبنين أصدرت بيان بتقول فيه بعد انتجار موجة ما يسمى ستند أب كوميدي على صعيد واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي منها ما هو على مستوى فني مقبول ومنها مع الأسف ما هو دون المتدني من قبل بعض الأشخاص الطارئين المنتحلين صفة ممثلين ولذين يتناولون مواضيع تمص بالزوق الفني وتسيء إلى المعتقدات الاجتماعية والدينية وكأننا أمام سياسة تحطيم المجتمعات تحت راية الحرية هذه وقاحة وأسفاف وليست حرية بتابع بيان نقابة الممثلين باللبنان وبقول أمام هذه الموجة نرانا مضطرين كنقابة أن نستنكد كل ما يتناوله هؤلاء الدخلاء المنحطون ونعلن أننا براء من كل ما يسيء إلى الزوق العام والمعتقدات كما نتمنى على وسائل الإعلام عدم إعطاء مساحة لهؤلاء بالزهور العلني على منصاتهم ومحطاتهم والسماح لهم بدخول منازلنا بالإكره شكراً على هذا البيان حداً عم يغسل إيده وحضرتك عم بتقول في مسؤولية للأمن العام الأمن العام اليوم تعرف كل ما الشي بمسبة دولة بيقلولك دولة بوليسية دولة دولة مقيدة الحريات دولة 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 كأنه ممنوع بقى يكون في رقابة على الشي هلا واحدة من مشاكلنا بالسير أنه ما في بوليس سير إذا طالبت بأنه يكون في بوليس سير عم بنظم السير ما بتطلع أنه بدي دولة البوليسية نادي البال نفس الشي بالنسبة لل الكوميديا هوني اللي قالوا على فكرة في معاناة للممثلين الجدين لأنه هاتا نرجع شوي الشي اللي كان يقدمه مثلا شو شو محمد شامل بالدنيا هيك اللي كان يقدمه الرحابني اللي كان هو ما كتير كوميدي بس أنه بيمرقوا في المسرح الرحابني القديم أو زياد الرحباني يعني زياد الرحباني اللي بيجو لبعض هاودي اللي شو سلبي زياد الرحباني ليس نكاجي كل مسرح زياد الرحباني إلو بعض سياسي اقتصادي اجتماعي عميء جدا هايدا الفن الهادف هايدا الفن اللي منتمي للناس وين بلشت الأزمة بلشت بالتسعينات بالمرحلة الربيع والرفاهية وخيام الهنى وهذا هاوني تلفزيونات وقت اللي فتحت كان المفترض بأنونة وقت العضوة تراخيص كان مفترض بأنونة التلفزيونات أي يلحظ ستين بالمية من الانتاج أي يكون محلي كيف هو بدفتر الشروط مفروض شو صار يمكن حضرتك بالنقابة كمان بس هو بدفتر الشروط صنفين أنواع البرامج اللي لازم تكون موجودة حتى التلفزيون لازم ينتج مسرح عمل مسرحي خلال السنة فهوني شو اللي صار راحوا صنفوا أول شي زادوا لك حصة الحكي هاي الفقرات الصباحية والحوارات أنه ركبنا كاميرتين وضيف وإلى آخر وفتحلوا الهواء فصاروا يصنفوها لأنه هاي دي ما بدوا نتكلفوا على الانتاج انتاج محل وبنفس الوقت كانت هاي دي المرحلة اللي بدنا نفصل فيها الناس عن هموم الاقتصادية والاجتماعية هم بناء بلد إلى آخر فبلشنا نجز بطل أبو سليم يقدر يلاقي ممول مسكين لمسلسلات وإذا منذكر بمرحلة التسعينات فصا أيضا وفتنا بهاي سكتشات القصيرة إنه نكتي شوي مسلية طيب هاي دي شو بعدها إنه فيها أفشي بتضحك سلبي واحد بقضيوات بس هوني شو فيها قيمة اجتماعية هاي دي بس بعدها من ضمن مقبول مقبول لا وصلنا لها الحالة أولا القصة مش إنه الأمن العام أين هو الأمن العام القصة إنه هاي دي اللي عم تطلع على يعني بدوا يلاحي الأمن العام بكل مطعم شو عم بيصير مين عم بيطلع على ستيج ويحكي لأنه بالعادي أنت تتخذ موافقة للمسرحية بتبعطي النص للأمن العام ومرات بيكون إذا واحد خرج عن النص وساقة بيتحدى بالأمن العام وشاف إنه بيتحاكم ما هيك بزمنات شو شو وقت اللي خرج عن النص راح ثلاثة شهر بس شو شو وقت اللي انتقد كان عم بينتقد نقد سياسي مش عم بينكت أو عم بيهرج يعني فهلأ إنه في عندك انت المنصات طب أنا قادر ركب هلأ كاميرا من البيت وأعمل أبلود لسكتش على اليوتيوب وبطلع ستاند أب كوميديون أو اللي هو بعدين شو هاي الستاند أب كوميديون يعني واحد عم بينكت اللي هي عم بيرفه بالمطعم الناس عم تاكل واحد عم بينكت مظبوطا ملا يعني عم بيهرج هو لا فيه أصول للستاند أب كوميدي هو يحكي عن حاله عن الظرف ينتقد حاله يربط حاله بالآخر شو هي القضية العامة التي تطرح شو اللي عم بيطرحوها هو اللي ستاند أب كوميدي إنه بنكت على شكل سيارة ما بعرف شو بنكت على كيف إنه وعي وأشطط القهوة طيب وبعدين شو الرسالة شو الرسالة طيب هلأ هاي دي بتنقلنا لقصة العالم الافتراضي اللي عم بيكون بلا ضوابط كنت مردقل لك أنا عم تحكي عن التلفزيون دكتور وكيم لأ نحن عم نحكي هوني بطلها تلفزيون وعلى هاي دي المنصات لا فيه رقابة ولا فيه محاسبة ولا فيه شي يعني ما حدا يعني تحت تحت شعار الحريات كل شي مباح بهيد المنصات مزبوط بالضبط بالضبط بدبي فيه قانون جدا متطور يعني على بدبي أنا بتذكر بالالفين وقت اللي كنت هونيكي انه فيه رقابة صارمة على الانترنت لجماعة الحرية هوني انه فيه مواقع كاملة فيه قد يكون هذا ايجابي وقد يكون سلبي بقصة حجب بعض المواقع السياسية يعني ماشي الحل هذه بالنهاية بتخص دولة الامارات بس انه نحنا لا الفلتان الملأ واي واحد بيقدر يعمل اللي بده بس هون يعني بقضية هاو دي التيكتوكرز ووسط لا بس اخلص من قضية شدن فقيه دع دع لي محامين من دار الفتوى ما بعف اذا المستمعين قدروا يشوفوا الفيديو يلي انا بستنكروا وبرجع بقول كلام هيدا ما بينقال بغرف مخلقة كيف نقال امام عشرات من الاشخاص كيف نقال على منبر كيف تصور والنشر يعني ياريت ياريت اللي كان بده يعمل عمل منيح نشر ولمعنيين وما ينطلعوا للعلن لانه كتير مؤذي كتير مهين كتير ما بعرف شو بدي قول عنه هلأ انا ما كتير بتابع هاو دي الستند up comedian خصوصا العرب اللبنانيين من ضمنه لانه ما في مضمون يعني في بتابع مثلا حدا فرنساوي او حدا اماركاني بيكون في مضمون يعني عنده بس يعني شفت وقت صارت الضجة شفت مقطع الفيديو انا بدي بليش بقصة يعني ايذاء الدينة يعني بين الكلمة والكلمة فيه اشتيمة نزل النار وبالنازل طيب شو عادي يعني هيدا فان هيدا حرية لا ما هي نفس شي اذا بتعكسيها على يعني الامريكان يعني تحديدا هلا بيقولولي البعض ما انت دارس بالجامعة الامريكية اه دارس بالجامعة الامريكية بس لا اوافق على سياسات الحكومات الامريكية او الاستابلش فبفترة الحرب الباردة طلعوا مقابيل المدرسة فنية اللي هي الستركتوراليز اللي هي كانت تتعبر اكتر عن مبادئ الماركسية طلعوا شي اسمه المودرن ارت فطلعوا ديشان اللي قدم سوري يعني بس بعد عشرين سنة المبولة بالحمام عنده قدمها انه هاي دي شدوفر اه خدتاني عامل افضع في واحد انه بيخزو فهو دي ايل شو هاي المودرن ارت اللي في اللي ما في شي اسمه صح ما في شي اسمه غلط ما في شي اسمه حلو ما في شي اسمه الفن الحديث يلي اتخطى كل القواعد هيدا منه فن هيدا منه فن هيدا الشي منه فن بالاساس هيدا في حدا اعد ما بعرف عم بيعابي وقت بعدين طيب شو اللي نحكى بمعزل قصة صلاة الجمعة او الداس الاحاد او شي انه شو اللي نحكى فيه افشي زكية تضحك وهوني مننتقل للجمهور انه عشوه كانوا عم يضحكوا يعني في في فيلم في فيلم رائع مصري اسمه الكيف لا يحيا الفخراني ولا يرحمه محمود عبد العزيز يعني خلاصة الفيلم انه كيف تم افساد زوء الناس على كافة المستويات بدءا من الاكل لا الموسيقى لا الكوميديا لا فصاروا الناس بسبب افساد زوء يتلقون اي شيء وهوني هل انه هيدا بيدخل بايطار ان نجعل الناس متلقين لاي شيء بده يجي من اهل السلطة والقرار هيدا بيطرع سؤال سؤال كبير هيدا اه اه او نحن عنا فكر مؤامرة اذا اذا نذكر اللي كان الله يرحمه وسيم طبارة وكانوا يعملوا شانسونية كنا نعتبر انه الشانسونية هو فن ضعيف اقل اهمية من المسرح المسرح بزا بس يعني اذا منشوف طيب ما كان في عنده كان عنده افشي وسيم طبارة ويفيد سرسو ويشتغلوا على بعض الموضيع ذات البعد السياسي من وجهة نظرهم البعض الاقتصادي البعض الاجتماعي ما هيك او الشانسونية اللي ديزير مثلا وكنا نعتبر انه هيدا الفن اللي هو الشانسونية يعتبر فن اقل تطورا او اقل مستوى من المسرح العادي او طيب هيدا الشي اللي عم نشوفه شو هو والناس كيف عم تتلقى هيدا الشي كيف عم تقبل انه تتلقى هاشي شي الخطير هون شي عنده جمهورية دكتور طيب ما هي القصة مش بس ما هي كانوا يقولوها خصوصا وقت لكنت درس اعلام انه استاذ ما قدري يجيب جمهور طيب ما فيني اعمل هلأ اي شي بيجيب جمهور بس كيف بدي جيب الجمهور ولاش بدي جيب هالجمهور بعدين هيدا اللمعة بمعنى انه عم بشتغل لكون مشهور هاي انه بعمل اي شي لكون مشهور مرة سألوا الفنان الفنان الحقيقي لانه المشكلة هلا صارت تامي كأنه سمير شمص بعتاد كنت عم بشوف له مقابلة وعن بقرة سألوه عن النجوم الحاليين قالوا هاو دي نيازك بيلمعوا وبينطفوا كان تعبير رائع يعني انت وقت اللي بتادي يعني مرات بيكون بالحمراء وبيكون استاذ صلاح تيزاني واستاذ سمير قاعدين بقهوة نقعد معهم نتشرف بالقاعدة معهم يعني انه طيب هاو دي بيشكلوا جزء من ذاكرة هاو دي اللي عم يطلعوا هلا بيعملوا شو بيشكلوا شو من ذاكرة هيدا الشعب يعني حتى اذا منذكر بمرحلة اعادة يعني كان فيه مسعى بعد الحرب مش انه اعادة الاعمار طبعا الحكومة بس فيه الامل عند الناس بانه تبني بلد حتى اللي كانوا معارضين لها التوجه بنذكر العمل مسرح بيروت ورجاع السف وكان معوش بيبات عصانبو خالد وبرنادات احدايب وشبيب الطيب كنا نروح نحضرهم بالمسرح مسابة انا كان حظي عاطل دايما يطلع المحل اللي يطلع لي ورا ورا العمود فكون عم بحضر ورا بي بس انه كان هايدي عم يطرحوا مسرح يعني مسرحية اسمه العم ايوب او شي من هلنا اللي عم بيجدد السيارة عم بيجدد الفان بده يرجع يشتغل علاق الاخرية عم يطرح منا قضية بلد ورجعوا وعملوا مسرح دوار الشمس بعدين طيب هايدي لاي ما بيتضوع لاي هايدي شي سقافة ما بيجيب نسبة مشاهدة ما بيرضي غريزة الجمهور يعني الجمهور مش زوء سار سار عنده غريزة مسؤولية الكل لانه حتى بذكر كان هلا عم بيعدوا البرنامج استاذ حبيب يونس كان عنده برنامج من شي عشر سنين شفة الحلقة هلا عم بيعيدوا رح نبقى هون لهو برنامج تاريخي عن تاريخ لبنان والاخرية والهدف من الانوان انه بدنا نبقى بهالأرض هذا توقف البرنامج بفترة لانه ما بيجيب نسبة ايه ساقافي ساقافي هيدا ايه وطلع محله برنامج داني اللي هو ترفيهي بوقتها على البلاج فاضحكت انا قاعد انا بس التليفزيون يعني ما على تقديرنا واحترامنا لالون فقاعد مع استاذ حبيب صرت اضحك قلت له اولا كان لازم نعمل برنامج على البلاج هلا لو اخدتوا ناحية البلاج كانت زمط هويا نحنا نزلنا على البلاج هيدا الواقع الفني يلي عم بيستشف من كلامك دكتور جمال وكيم انه راحين الى تدمير المجتمعات وعطيت مثل المخدرات وعطيت مثل اليوم الالهاء الهاء الجمهور بهذا فيلم يحيا الفخراني بيقوم هو عن قصة انه كيف عم بيحاول يحيا الفخراني يثبت انه المخدرات هي وهم بس القصة ما بتعالج بس قضية المخدرات بتعالج قضية الاغاني انه بيخيوا صوته اللي هو محمود عبدالعزيز صوته عاطل بس بدوا يغني بالقوة هذا بيذكرنا ببعض مطربيه هلأ الاحساس بدوا يغني بالقوة الناس لانه مصلتني تعودت على صوته فواحد عم بيقل له لا يحيا الفخراني طالع بالتاكسي باخر الفيلم قال له هيدا اللي هو يخيوا يعني قال له اول ما سمعته ما عجبني صوته بس بعدين تعودت عليها وهلأ ما فيني إلا ما امشي عليها نفس الشي مثل المخدرات نفس الشي مثل كتير اشكال هي مؤذية ومضرة بس منتعود عليها عادي نروح الى عصابة التكتوك التكتوك اليوم قضية يعني مؤلمة انا دايما بقول وقتا عم نحكي عن الموضوع ما بدنا ناخده ببعضه انه في بس موقفين في ضحايا خلونا نفكر بالضحايا ونحن وعم نحكي بهيدا الموضوع هيدا موقف مني خلونا نفكر انه ما نسجح لهم مشاعرهم ما نحول الضحايا إلى ادوات او الى اي شيء يعني خلينا نحن وعم نحكي نفكر انه في ضحايا وهو الضحايا بشر عندهم احساس عندهم عائلات هن تم ازاؤن بشكل او باخر نوقف عند كرامتن وبعدين نحكي هيدا موقف ب ما هو كمان مشكلتنا بقصة انه نجيب ريتنج كمان عم كيف عم تنطرح هيدا القضية من قبل التليفزيونيات هلأسف يعني هيدا الفرقعة وبدون اي رعاية او حماية او لا ال للناس المعنيين يعني في شيء اسمه برايفسي يعني المشكلة وين اكتر مادة كنا واتل ندرسها ينزعجوا مننا الطلاب هي media laws and ethics او اخلاقيات وقوانين الاعلام انا كاعلامي او كفنان ما فيني اطاطة الا من ضمن اخلاقيات هاي الماني يعني انا طاطية بالشأن العام متى تجاوز ذلك الى ما يعتبر شخصي يجب ان اتوقف المشكلة وين انه كانت جزء من من قزمتنا مع طلابنا انه منعلمهم شيء وبيروحوا القيمين بيقولولون شو بدكم بأسفزتكم ما بيعرفوا شو فهمهم بالاعلام لانه الاعلام هو ما بعرف شو هو او يعني المفترض هو شيء سحر شيء جاي من الفضل علما انه اللي كانوا يعلموا هنه عاملين بالاعلام بس صاروا يعتبروا دقة قديمة لانه ما بيزفر بالحكي لانه بيتوقف عند حدود معينة هاي دي اللغة الخشبية ايه اللغة الخشبية او شيء ماشي طيب في هاي دي الناحية في الناحية الاخرى انه بالاساس ضرورة الرقابة على هاي دي هل عم بيجيبوا قصة التيك توك لانه هو صيني بس الريل نفس الشيء والانستغرام له بعض سياسة اقتصادة اكتر ما هو استهداف للتيك توك بحجم التيك توك خليني هون قبل ما ندخل دكتور واكيم يعني البعض بقول انه الصراع اليوم بين الصين وبين امريكا مش هو صراع على حماية المجتمعات مثل ما البعض بفكر هو على حماية المصالح الاقتصادية بين الدولتين لا لا فيه يعني فيه منظومة حماية امنية يعني كمان امريكا تخاف على الخرق الامني من الصين هاي دي اتنيناتهم خايفة من بعض التيك توك هو وسيلة مثل البرودي فيك تستعمليها تتوصي عصفور فيك تستعمليها تتوصي ابتهاجها تتوصي عدوك او تتوصي حالك بجري ما هي هلا لا يأثاروا الموضوع بامريكا لانه هاي دي الوسيلة ما عليهم هني ما عندهم كنترول عليها الامريكا بانا ما عندهم كنترول على الفيسبوك وعلى الانستغرام حتى على التويتر اللي هو صار منصة اكس هلا على قصص تاني بس يعني هوني مش بس يجب ان تثار قضية التيك توك طيب ما اللي عم نشوفه على التيك توك عم نشوفه على الريلز اللي هو امريكاني تابع لفيسبوك عم نشوفه على اشياء تانية القصة انه لازم يكون في كنترول من الدولة يعني هوني الدولة اللبنانية لازم هي تعمل كنترول على هاي الوسيلة دكتور ما عنا قانون يعمل ضوابط على المنصات عم نطلب رقابة ووقت تطرح موفوم الرقابة بيجي حدا عم بيقلك عم بتأيد الحريات العامة هيدا حرية انه الواحد يستعمله بالطريقة البدوية هل انا حر انه ايميل بارودي اوص واحد تاني ما هاي دي نفس الشي بس فيه شغلي اخرى انه طيب بدي اعتبر البلد فلتان اوكي وكل واحد وفيه مجرمين وسفلي ومنحطين كتار طيب هوني سؤال الاهل وينهم اهل عم نحكي عن 300 ضحية ضحية نعم يقال بالمئات اهلهم وينهم يعني انا اولادي بيستخدموا الايباد وعملين لون كنترول علي ومنضلنا طبعا في علاقة مفتوعة مش انه ممنوعة تشوف هاكي بالزجر تمين فور ويصير يشوفها بالسر الممنوع مرغوب ايه طيب هناك نهار قاعدين عم يضحكوا اتناه ومعنو عاملينو نهاية كنترول بس مشكلتك عند الاخوان الامريكان التصنيفات صارت بتسرب اشيه لدون 12 ودون 8 و الاخر اه قاعدين عم يضحكوا شو عم بضحككن يا بابا قالت لي ليك هيدا صبي لابس بنت أنا عقوني يعني بدي شوف شو اي طبعا ما عيطنا انه لا يا بابا هادي ما بتضحك هادي عايب احسن ما تصير انه عادي مزبوطة ملا طيب هادي على مستوى بسيط غير انه كانوا يعني بزمنات وقت اللي بدنا نظهر من البيت اهلنا بدون يعرفوا نحن وين رايحين ومع مين واي ساعة ومين معشرنا واذا واحد كان شوي منزوع من رفقاتنا انه مثلا كسلين بالمدرسة انه خلص بتوقف علاقتك معه ممنوع يجي عالبيت انه هادي الاهل شو عم يعملوا اهل هادي الضحايا بس تشير لشغلة من بين الاشياء اللي تسربت انه احد الضحايا انتحر بسبب الابتزاز واحد الضحايا تورت بالمخدرات مشان يهرب من الابتزاز يعني هيدا ختل مشروع صار يعني مش بس توريتهم وابتزازهم هيدا تم ختلهم هوني هادي المجرمين يجب ان يلاحقوا وينكل بهم يعني يعني اذا عم نسمع كتير لازم تتعلق المشانق شو قصة تعليق المشانق هي بتحل المشكل لتعليق المشنقة او 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 انه حسب الاسماء والمناطق والاختصاصات كمان مهانسين واطباء ومحامين وما باك يادل يعني هوني وقت ما يكون في عندك هاي الازمة هاي دي بتعكس كمان حجم الانهيار بالقيم الاجتماعيه وهو حجم الانهيار بالبلد يعني هاي دي القصص بقيام الحرب ما كنا نسمع عنا ايام الحرب الاهلية يعني أنا بقيام الحرب الاهلية وين كنا نلعب بالشارع نقول لا اهلنا نازلين نلعب بالشارع ما يقلعوا علينا وقتلي نجاي على انطلياس مثلا ننزل بانطلياس نلعب نقضي نهار بالبورة أهلنا ما كانوا يعطلوهم أنه فيه هيكي جرائم كان فيه طعب وفيه قلة بس ما فيه ولا واحد كانت تعبر بخياله فيه هالنموذج من الجرائم هذا بيدل قد يوصلنا لمرحلة من الانهيار بالقيم وانهيار الاجتماعي والانهيار الأخلاقي أنه شو شو اللي بيتحسب له يعني بفهم واحد يعني عفوا بينعجب صبي بس واحد يعني ولادة صغار وما فهمت وصارت يعني هلأ إذا واحد يعني كيف أدقلك يعني إذا مره جوزة نسوانجي لازم تطمسط تطمر يعني ممكن يصير يكون شي تاني إذا حضرتك عم بتشجع عم بتشجع يعني الفنان دراتي لحام بزمانات مقابلة عسبيل المزاع قديمة بالثمانينات قالت له أهلا عم بيقول أنه مرته عم تقول له حاجة بصبص على النسوان بقوله عنك نسوانجي ألا بديك يقوله عني رجالجي أنه هذه كانت هلأ صارت واقع يعني دكتور وكيم كونك تناولت موضوع الأعلام طريقة تعاطي الأعلام التقليدي الأعلام التقليدي مع خبريات قصة العصابة تسريب بيانات تسريب معلومات تسريب التحقيقات طب هوني عم بيصير في تحقيق بإعلامي يسبق التحقيق الرسمي يعني عم بيسبقوا القضاء بمحلات وعم يطرحوا أسامي الإعلام عم يطرح الأسامي قبل ما القضاء يوقفها كأنه عم يعتب باس هربوا كذا اسمكم مطروح شو عم بيصير معوني هوينية دولة مؤسسات دولة كيف كيف أنا بسرد حتى لو كنت إعلامي ما هو لا يسموه السلطة الرابعة ولا يبقى الديمقراطية في شيء اسموه فصل السلطات لأنه عندما تكون ممارسة يعني إذا القضاء حاول يتجاوز حدوده مثلا وإنه يشرع بيقفلوا مجلس النواب إنه لا أنا السلطة التشرعية إذا إجا مجلس النواب بدوا يطبق يعطي أوامر لأجهزة الدولة تنفذ بيطلع رئيس الجمهورية والحكومة بيقول أنا السلطة التنفيذية فهوني الإعلام اسمه السلطة الرابعة عندما يتجاوز بدوره أو بعرقل عمل الأجهزة الأخرى هوني حدا بدي يقول له وقف وتحديدا بيقصة القضاء طيب كيف تحقيق عم يجرى واحد بيكصل على معلومات بيسر بمجريات التحقيق كيف يعني سر التحقيق آه شو بعرفنا يعني وبيطلع بيطلعوا هكي وهيدا محضر التحقيق بيكون واحد عم يقرأ ميه؟ عم يقرأ محضر التحقيق طيب كيف هيدا تسرب له محضر التحقيق من اللي سرب له ياه؟ ما هيدا المفترض يكون سري شايفين أنه صار البلد كله سري مري يعني هادي نقطة نقطة تانية أنه حتى بالإعلام التقليدي ما هو أول ما ندخل بمسألة الترفيه أو البرامج غير الهادفة هو هاته الأعلام التقليدي أنه طيب فيه برامج أنه ما بيجيب لك إلا الإشياء الغريبة عجيبة أنه واحد ما تبر حيله حمار طيب شو يعني؟ هيدا بعلموه بالإعلام دكتور لحظة بالإعلام ما بيقولولنا إذا عدى الكلب إنسان مش خبر الخبر إذا عدى الإنسان الكلب مش هيدا آه بس كمان هون ما ديكتام لي القصة شو بيقول الإعلام؟ الإعلام يعني بيقول أنا أطعاط بما يلحظ المصلحة العامة البابليك انترست طيب شو هو الشي اللي فيه بابليك انترست إنه واحد أعلن حيله حمار؟ هلأ فيه كتير حمير مش محنين بس يعني ما فهمت يعني طيب أوكي بقدر أفهم حلقة عن هالموضوع حلقة تاني ممكن تتخيل علاقة شزوز جنسي بين إردو وتعلب يعني ما فهمت يعني ما في ولا يعني نادر ما تلاقي يطرح بالإعلام مسألة الأجور مسألة النقابات وأزمتها مسألة الأضايا الاجتماعية أداي في عنا حالات تنقل طلاء والبعض الاقتصادي لا إلا مسألة ترهل تنقل مؤسسات الدولة مسألة مسائل بتتعلق بعمل المؤسسات الخاصة ما نحن الفساد مش بس بمؤسسات الدولة مؤسسات الخاصة مثلا طيب ما في شي عم بيقدم هاي دي بلشت إنه بهيدا الإعلام المفترض التقليدي إنه هيدا الترفيه للغير هادف وإذا بدك ترافق بوقت يعني أنا بذكر مثلا برمضان بثمانينات كنا ننطر رمضان نحضر مسلسل تاريخي سقر قريش على أو سيرة عنترة ومشي من التراث العربي الإسلامي أو شي بيتعلق بشعوب ثقافات إلى آخره فجأة صرنا بالتسعينات بخيام الهنى فليالي رمضان تحييها الراقصة فلياني طب كيف يا أخي رمضان مثلا شوي صرنا هلأ إنه إذا بتشوف في مسلسل إطالة عند خالي بسئبة بنفس البنية حطين مسلسل برمضان إنه الشبيبي بنايت كلوب عم يشربوا كلها قصة خيانات زوجية وما بعرف رمضان طيب يا أخي طيب حطوها بشعبان عادي القصة بمعزل لست متزمتا دينيا بس إنه لكل مقام مقال المفترض إذا يكون شهر العبادة والتقوى والموارشو مثلا يطلع شي شيخ يعطيه دروس دينية يطلع شيخوري يحكي عن العلاقة بين الإسلاموي والمسيحي مثلا يطلع شي مسلسل ذو بعد اجتماعي مثل الدنيا هايك مكان يطلع مثلا أنه لأ كله عنده فيلال واحظة كل الشعب عنده فيلال وكله يأتي خيانات زوجية ما حدا يعني مساق بمعات تاني وكله يأتي شريب كاس برمضان يعني وبعدها وكله يأتي الممثلين غريب عجيب بشكله أنه مثلا واحدة بدا تلعب دور الفلاحة عاملة بوتوكس من فوق لتعدي شو الفلاحة المديرنا يدي ماشي طيب فهيدي يعني فيه مسار نحن فتنة فيه وكل مرة نفاجأ بأشكال أضرب وأفكر نعم طيب دكتور وكيم تتخوف من انتهاء ضجيج لعصابة التيك توك بدون أي نتيجة على طريقة كل الملفات في لبنان تنتهي بدون أي نتيجة ظاهر هاك ليه ما هو بناء على سوابي بكرة الناس هلا بتنسى الهمروجي وبعض القيمين الذين قد يكونوا حمات لأنه ظاهر أنه ممكن توصل لشوية روس كبيرة بطبقة معينة فمنطمصها منترك الناس تتنسى من الهيون بعدان بشي تاني بعدان يمكن قصة هلا هذه التيك توك عم يتم استغلالها لتمرق قضايا تاني طيب علا مين عم يحكي بقصة النزوح يعني مظبوطة لسه في حدا عم بينقى من صندوق كنوز لإلهاء الرأي العام لأنه قضية النزوح هي قضية وجود للبنانيين وقضية مؤامرة للغربيين هيك فينا نفهم هيدا موقف مني يعني ما عم بلزماك فيه يمكن حاكين بهالموضوع بحلقة السابقة بس حلقة استجد في الحلقة السابقة كنا بنحكي عن الوجود السوري يعني اليوم ما علي خلينا نحط الاشياء فوق الطولة في مليار اليوم كنا ممنوع على لبنان ياخد مساعدات من الدول الأجنبية ممنوع على لبنان يكون فيه تعاطي مع الدولة بالمصاري هيدا كلهم فاك وصار فيه مليار رح ينصرف كيف هيدا يا دكتور هلا طيب نبدأ بالمبلغ ولو مليار طيب يعملون اتنين هل قد هل قد رخاص نحن ما قلت انت بستحيت كنت عفتش على كلمة بتجمع هيدا نقطة نقطة تانية اول شي بس لقلا توضع القصة من تستغل القصة من قبل البعض بموضع حملة عنصرية ضد السوريين انا موفقتك كرامة الشعب السوري من كرامة الشعب اللبناني ارجوكم 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 هلأ في عنا مصلحة لبنان ووجود لبنان ما بتلغي مصلحة وكرامة الشعب السوري الموجود واضيف لغاية اليوم لكن في عنا بدنا نفرق بين السوريين اللي موجودين باللبنان بين عدة فئات في فئة العمالة السورية التاريخية الشرعية يعني هلأ مثلا في الناس بيشتغلوا وعندهم رخص واخدهم اقامات من الامن العام وهذه وسكان وهذه وجودهم شرعي وفقا للقوانين اللبنانية في قصة النزوح هايدي اللي او النازحين هايدي اللي يجب ان يكون لها حل وهيدا الحل من زمان عم نقول يمر بالحديث مع الحكومة السورية في قدي كمان المستثمرين السوريين هاي فئة اخرى طيب فهيدا الحل لي ما عم ينحكى مع الحكومة السورية لانه البعض ومنهم من يقوم بحملات ضد السوريين هو يأتمر بأوامر غربية والهدف هو تفجير لبنان من الداخل بكتلة ديموغرافية ضخمة هلأ مسائبة سورية يمكن قبل سائبة فلسطينية او جزء من الفلسطينية او كان في للأسف الجماعة الجبهة اللبنانية كان عندهم مشروع كانتون مسيحي بوقتها فاستغلوا هذا الموضوع لقصة الحرب الاهلية طبعا ما عم ننفي مسئولية الطرف الاخر اللي هو كمان كان كتير واعي اسم الله فعنا الهلأ الأوروبيين خايفين من قصة الهجرة خصوصا في ظل توتر الوضع بالمنطقة ومن شناك اجا الرئيس الابرسي وانه تجاوز الموضوع البروتوكولي انه ما عنا رئيس فهو اجا لا عند رئيس حكومتنا لا عند رئيس حكومتنا ماشي الحال انه بعرضكم طيب ما سألت الوجوء هي ما سأل سيدي بس ما بتصبط عنا مسؤولين بالدولة حساباتهم ببنوك غربية وبدوا يكون سيد وحر ومستقل لأنه هو همه بالدرجة لقوله حسابه ما همه البلد هيدا موضوع نزوحه لقصة المليار ما فهمنا هلا شو قصته أربع سنين مقابل بقاء السوريين في لبنان أو أربع سنين لتعويم السوري أكثر أو لسد حاجة بعض اللبنانية عن جد ما فهمت أنا هاي المليار شو بده يصير فيه بديك تسأل للي رضي يعني الحكومي مش هاي الرئيس بر اليوم بيقول أنه هو ما حدا نناقش بهيدا الموضوع خلال الزيارات الغربية إلى لبنان وطرح موضوع مناقشة الموضوع على طولة مجلس النواب الأربعاء المقبل إن شاء الله خير إن شاء الله نعم طيب بس كما فيه تنبت لنا مصطلح جديد هايك كتير مهدوم كتير كيوت كتير لذيذ عن جد أنه ما بتعف كيف دك تغنجه قد ما مهدوم اسمه الهجرة الموسمية للدنيا منصير سنونو مثلا هاههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بصير الأخوة السوريين بيجوا بيشتغلوا بالموسم عنا نحنا منروح بنشتغل بالموسم بإسبانيا والإسبان بيروحوا بيشتغلوا بالموسم بفرنسا والفرنساوية بروحوا بيشتغلوا بالموسم إما ما يشتغل كل واحد بموسم ومنخرط إنه وإلا بشغlies لازيزين طب ماركي أنا طبلي المناخ بإسبانيا مثلا شو بعمل بيطلع لك جرتوية مع الموسم بتشتغله سياحة بإسبانيا شو جرتوية مثلا بقدر فوت على أصر الحمرة بدون أدفع دخولية مثلا ما بعرف باني بس أنك تعرف وين أصر الحمرة تشوف أصر الحمرة فرق ما شوفه من بره ترح تحضر لك شي ما تشوفه فوتبول بيكون بالموسم بيكون بالموسم مثلا شو ما بعرف هلا لكي هاي دي ملغومي لأنه بالتقديري اللي فتح هيدا المجال عارف أنه كتار من اللي رح يروح ومش رح يرجع مثل ما صار بالتسعينات بالتسعينات أنه في إطار محاولة تصفيط القضية الفلسطينية واللاجئين وإلى آخرهين فتح باب الهجرة أمام الأخوية الفلسطينية فصاروا يروحوا أنه بيروح بطريقة غير شرعية إلى أوروبا وهني كدغري بيسووا الوضع وأنا بعرف بعض الأصدقاء اللي راحوا بهذا الإطار هلا وين نكتك يعني أو أنا متنا من الضحك بوقتها وقت اللي تم اكتشاف أنه في لبنانيين عم بيزوروا وسيء أنه هني فلسطينيين اكتشفها الأمن العام بوقتها طيب ماذا نقول طيب هلأ الهجرة الموسمية طبلي المناخ أنا شو وهربت بتاعوا الأطوني غير شرعي بتصير أنت غير شرعي طيب آل غير شرعي بتاعوا في في أضيية كمان هاي أنت تشوفي أنه إخواننا بالغرب غريبين من نوعه أنه دايما بيلتفوا على المشكلة بدل ما يحلوها أو يساهموا بحلها لأنه دايما في عندهم شي غير سوي بدون يمرقوا في عندي صديق فلسطيني هو ظبط أوضاعه بأنه راح على أمريكا تهريد كان خيه بكاليفورنيا فراح أدم طلب أنه هو بده يفوت على الجامعة أخذ فيزا وراح وعنده خيه هناك وقت لي وصل له هناك طبعا ما راحش على الجامعة راح يشتغل ساعة بتخيه قرر يرجع لبنان تركه هناك هو عم بيخبرني يعني كان بعد ما رجع لبنان قال لي قلت له طيب وين كنت تنام قال لي كنت نام بالسيارة وين تشتغل بالمكدونالد كان ينام بسيارته يعني لحد ما لقطوا الهجرة ديرة الهجرة بأمريكا هناك ما بيحطوا بالحبس بيحددوا له إقامة بدون يرحلوا لحين ترحلوا إجوا يرحلوا من وين جيت قالوا من لبنان تصلوا بالأنصل اللبناني تعينت محكمة القاضي بالمحكمة كلايل اسمه أحمد خليل صديقنا كلايل تعليط له كلايل إجا كلايل أنه إجا الأنصل قالت له هذا إجا من عندكم بدك تاخدو قام غطع قلبه الأنصل اللبناني قال لأ كانوا وقتا مطلعين أيام مشيل المر كان وزير داخلية بتقد أو نائب رئيس مجلس وزراء اثنين سوا مطلعين قصة فيزة الخروج والعودة يعني الفلسطيني اللي بيطلع بدون فيزة خروج ما بيرجع شي من هنو ما بعرف شو هي اللي عاملين وقتا فقام غطع قلبه الأنصل اللبناني إنه لأ نحن ما منقدر نقبله لأنه ما فينا نثبت إنه هو طلع من عندنا ما بعرف شو هو مش عارفه إنه لبناني لا هو فلسطيني الشاب لا لا فلسطيني الشاب بس طلع من لبنان فبتقوم القاضية إنه أوكي هذا رافض إنه هذا استجوبته للشاب إنه منواء أنت شو قال لأ فلسطيني آه طيب أوكي هذه قاضية محلية ما كتير تعرف بالأجواء الدولية تطلعت بالليستا في عندها أنصل فلسطين ما عارض واتصلت فيه بدك تحضر على المحكمة في مواطن فلسطيني بدنا نرحله على فلسطين فأجل الشاب الأشبهي هذا الأنصل الفلسطيني قالت له هذا فلسطيني نخده على فلسطين قام غطع لبه الأنصل الفلسطيني قال لا لا ما بتصبط لأنه نحن لسنا دولة مستقلة وفي اتفاقية أصله وشرح للأصال أنه ما فينا إلا بموافعات الأنصل الإسرائيلي كمان تصلت للأصال رموحة أولادها تصلت تحددت جلسة تالتي جاي الأنصل الإسرائيلي قالت له هذا فلسطيني إجاب من عندكم بدكم تاخدوه أعم غطع عالب الأنصل الإسرائيلي وبلش يشرح له من قصة الهولوكوست وطلوع وشي من أنها قصة طويلة عريضة فجأة هادي القاضي هو عن بي أحمد قال لي فجأة القاضي لقيت حالة قدام مواطن هد بطع لها من الفضاء وما حدا بده إياه قامت بناء على عطته جرين كارت وبعدها أخذ الجنسية الأمريكية فالأصد طيب هادي قصة الهجرة الموسمية هل إنه بركي طابلنا المناخ وصار أحداث بلبنان وبطلنا نقدر نرجع بيعطونا جنسيات برا وبيخلصوا من كلها القصة فخ طيب كمان ما بعرف كتير ناس أصدقاء كانوا يروحوا مخيمات كشفية صيفية شبابية شبابية يهرب من المخيم شواء يختفي تعي تعي الأطيب المانية مثلا ويكونوا مزبط حالو مع قريب ومزبط حالو بيلجأ للجامع ما فيه عندك الجوامع بالجامع هناك يجب رعاية الأخوة المسلمين طبعا ويقدر يلجأ للكنيسة إذا كان طبعا دكتور بلش الوقت هكي يضغط علينا بعد بموضوع النزوح بدي أطرح من يومين صدر عن أمن العام بيان ما بعرف إذا طلعت عليه ترحيل السوريين عدم تجديد إقاماتهم كتير قاسة بقي يعني البيان البين إيدي ما قدر تحلله سياسيا إذا ما علي رح أحكي وبدون ما قلو سكوف إذا أمين عام مدير عام الأمن العام بده يعمل رئيس جمهورية ما بيعمل هيدا البيان أصلا وإذا ما بده يعمل رئيس جمهورية في قرار سياسي بهيدا البيان ما طلعت على البيان لصراحة لأنه طريقة عودة السوريين خلص تطبيق القانون قانون قانون بطل لا يطبق القانون المشكلة أنه هو يعني بطل فيهم يعملوا إقامة على السكن بطل فيهم يعملوا إقامة على كفالة حدن بطل فيهم يعملوا إقامة على مسؤولية حدن حتى الاستثمار المؤسسات التي هني موجودين فيها وعند اللبنانيين محلات إلى ممنوع يفتحوا محلات ممنوع 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 يعني لأ أنا بيتقديري أنه هذا بيأزي من يريد أن يكون شرعيا بالبلد بالتأدير يعني أنا إذا تنقول أنا لبناني ورحت على بلد تاني وبدي أشتغل من ضمن أوانين البلد أعرفت كيف بدي يكون شرعي يعني نحن الأزمة من وين جاية من النازحين لهن ما في أي أنون لبناني يطبق عليهم اللي بيطبق عليهم هو أنه اعتبروا من الأمم المتحدة نازحين مش هاي فأنا أي حل المسألة يجب أن يوجه لحل قضية النزوح وقضية النزوح لا تحل بمرسومة بيصدر تحل بأنه بيطلع الوزير أو تطلع يعني طلعوا وزراء من عنا بس وقت اللي بيكون في انقسام بالحكومة وفي قصم من الحكومة من الوزراء بيتم التأثير عليهم من إبل الحكومات الغربية هوني بدوا يتخذ قرار شجاع الحل هو سوري لبناني بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية وساعتها القصة بتصير خلال أسابيع أو أشهر قليلي ما بده كتير السوريين مستعدينين حتى القوانين اللبنانية في شي غير منطقي مثلا محل صغير ما انه قادر يجيب موظف لبناني لأنه اللبناني ما بده يشتغل وعنده قدامه انه يكون معه موظف سوري ما بحق له ياخد موظف سوري إلا إذا كان عنده بسجلاته ثلاثة موظفين لبنانيين شو هيدا ما هو هيدا كمان بيطرح محاولة لن يحل المشكلة المشكلة الأساسية تحكوا مع الحكومة السورية بقرار واضح وسيادي لبناني ساعتها مش كان مدير العام مدير عام الأمن السابق الأمن العام السابق عباس إبراهيم اللواء عباس إبراهيم مش كان حل جزء من المشكلة بإعادة جزء من طبع وعاكل حل اليوم وزير المهجرين عم بقول فيه كمان دفعة جديدة من السوريين عادت إلى بلادها والمشكلة لأنه عم بينربط هذا الحل مع أزمات وحوادث أمنية فردية مش عم بينربط هذا الموضوع مع حق اللبناني وحق السوري عم بينربط بقصص أنه راحت إلى بعض يعني مؤلم لأنه يعني أكيد ب أوضاع اجتماعية وضاغطة هذه بيصير بعلم الاجتماعي يعني بيكون دايما إلى تأثير على تفلت الأمن فنعود إلى جذر المشكلة الجذر المشكلة هو النازحين وليس العمالة السورية الشرعية في لبنان ولذلك يجب أن تحل الأزمة لا تحل الأزمة بأنه نخضع للضغوط الغربية أو نفوت بقصة هاي المليار دولار لأنه هاي المليار والهجر الموصمي والهجر الموصمي الرهيب يعني واحد بحس حيره يعني رف وزب يعني تحل بالحكيم بالحديث مع الحكومة السورية وتنحل للقصة يعني ما بدأ دكتور واكيم إذا بتسمح حكينا كتير قضايا محيطة بلبنان بس بنا نروح شوي على المنطقة إذا بتسمح على سيرة التيك توك لأنه حكينا عن التيك توك حدا نخبرني أنه رغم أنه أمريكا عم تجدد رفضة للتيك توك وإغلاق التيك توك ومحاولة إغلاقه في أمريكا وعم يدرسوا تأثيره بالانتخابات إذا الشباب رح يقاصسوا المرشحين ما ينتخبون إذا تم إغفال التيك توك حدا نخبرني خبرية ما قدرت أتأكد منها قبل ما فوت بس إذا مظبوطة بتطرع على مات الاستفام إنه ترامب وبايدن فتحوا حسبات على التيك توك الانتخابية ما بعرف إذا القصة مظبوطة أو لا في الساعات المقبلة بتأكد أو لا ليلة كل شي مباح بس ننتبه ما سألت التيك توك على غير نحن القصص اللي صايرة عنا لأنه دايما أي شي نحن من سيجسه لا نستعمله بشكل خاطئ قد يكون مسألة التيك توك توثار من قبل الأمريكان لأنه صيني شركة صينية وما عنده الكنترول عليها عدا عن محاولة الأمريكان أو يعني الستابلشمن تونيكي لسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي للعب الدور بنقل مظلومية الشعب الفلسطيني فيما يجري في غزة للرأي العام الغربي وفجرت الرأي العام الغربي فهدي كمان بتنطرح دونالد ترامب وبايدن إنه بيلجأ لهذا الموضوع شو اللي بيمنعون يعني من هيدا الموضوع بدي أدخل مباشرة على أمريكا تأسأل سؤالين التحركات الصارت بالجمعات كيف بتقراها واليوم التحضيرات للانتخابات الأمريكية رح تفرض هدنة أو وقف أطلق نار في غزة أو لا هلأ التحركات اللي صارت هي عندها عدة أسباب العنوان الرئيسي هو غزة يعني الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب وكان في دور كبير جدا للطلاب العرب بالجامعات الأمريكية والكندية والغربية يعني أنا بعرف عبر أولاد أصدقاء لألنا بمجيل وبكونكورديا وبجامعات البريطانية وبأمريكا هلأ في شي تاني إنه كمان هيدا هودا شو عم يدرسوا هلطلال عم يدرسوا القيام قيام حقوق الإنسان وشوي بيلاقوا عم يتطبق عكسا ثلاثة إنه كمان في أزمة بالمجتمعات الغربية أزمة اقتصادية اجتماعية أيضا قيامية بقصة محاولة الليبيراليين المتطرفين بتعميم أنماط معينة تتحدى كل البنى الاجتماعية اللي كان قايم على المجتمع هادي بتلعب دور الأزمة النخبة السياسية بالولايات المتحدة يعني كمان في صراع جيل في generation gap إنه دونالد ترامب قداء عمره 76 سنة منافسه عمره 81 سنة يعني هادي بيعكسه طموحات أيمتا بتتشكل بيتشكل وجدانيا بايدن أكبر من من ترامب اي 81 وهذاك 76 بالإجمال أيمتا بيتشكل التكوين الوجداني للإنسان بالعشرينات ف دونالد ترامب وجو بايدن عم يحكوا عم بيتصرفوا من ضمن وجدان تشكل قبل 50 سنة بالحد الأدنى بينما هادي الشباب اللي هني عمرهم أقل من 20 أو 22 سنة لأنه بعضهم بالجامعات هادي موليد الألفية الجديدة فهون كمان في جنريشن بالولايات المتحدة وأيضا بالغرب هادي كل آيات عوامل دفعت طبعا الشرارة المباشرة هي قضية فلسطين اللي أصبحت عنوان بس بس هؤلاء الشباب ما عندهم خيار يا ترامب يا بايدن أو عندهم خيار آخر المقاطعة اي بس هني في يعني قد نسبة اللي بيشاركوا بالتصويت أقل من 50% إجمالا بالولايات المتحدة يعني عمليا الرئيس بيطلع ب25% من الأصلاف يعني يعني يعبر عن ربع الأمريكيين لا القصة ما رح توقف عند الانتخابات بعد الانتخابات اي مش بتظل مظاهرات يعني هاون سينتج حراكا بالفئات الشبابية قد يؤدي إلى طرح صعود نخب بديلة بس ها دي بده وقت بس اي القضية هي فلسطين أحد الشرارة يعني شرارة المباشرة والعنوان أصبحت ولكن الحراك هو يعبر عن أزمة عميقة كتير كمان بالمجتمعات الغربية عم نحكي عن طبقة جديدة شبابية واعية كون عندها تطلعات جديدة عندها ثقافة إنسانية جديدة هل قد شي سهل بأمريكا بوجود إدارة عميقة متجزرة بس ما هو هون الأزمة الدولة العميقة بأمريكا بلشت من ست سبع سنين مع ترامب حتى ترامب هو نتاج هذه الأزمة الأزمة نتجة عن عدم قدرة الدولة العميقة لتطبيق تصورة لنظام أحادي القطبية في العالم فوقت بيفشل المشروع مثل مكنة شغالة لهيدا الهدف ما بتقدر أو تنقول هايكي حفار عم يحفر بالصخر ما بيقدر يحفر تنكسر المكنة بتفرض عرفت كيف وبتفرض كل ياتها هايدي في شي عم يفرط بأمريكا بتلاقي تجلياته بالصراع والاستقطاب بين الضفتين الثريتين الضفة الشرقية والضفة الغربية والغرب الأوسط اللي هو فقير بتلاقيه بالتحول الديموغرافي ببعض الولايات مع الهجرات الإسبانية بتلاقيه أيضا بالصراع بين السلطات المحلية والسلطة الفيدرالية والشي اللي صار بتكساس بقصة أمن الحدود في كتير أضايا عم تنطرح هلأ بأمريكا من ضمن أيضا هلأ وقتلي البريكس بيتخلوا عن الدولار هيدا شو رح يكون انعكاسه على رفاهية الطبقة الوسطى بالولايات المتحدة عندما تأتي كتلة نقضية ضخمة من تريليونات الدولارات من العالم إلى أمريكا مش إلى بريكس ما بريكس بطل بدون وقتلي عم تحكي عن 35% من الاقتصاد العالمي بطل بدون يتداول بالدولار شو هي إحدى أركان قوة أمريكا أنه فيها تطبع دولار ودائما في طلب عليه وقالتلي هيا عم تطبع ويبطل في طلب عليه بيصير فيه كسد مش كسد العكس بيصير فيه تدخم ما هو من وين كان الله يرحمه رياض سلام يجيب التعليمات تبعيته اللي تربحه جوائد الله يطول بعمره مشان ما يقوله عم لا ما هو كان صار سابق يعني مشان ما تنفهم بينية سيئة بس مشان هي لا دائما نجد نصار أوكي أوكي فمن وين كان يجيب هات التعليمات بقصة الطبع العملي وزاتها بالسوق من هناك ذات المدرسة مش ذات المدرسة هو ما بيطلع له يكون هو يتابع بيجي تجي التعليم بيعمل بالانتخابات الرئاسية شو الفرص اليوم وهل الانتخابات الرئاسية اللي رح تصير جرديا الحملة فيها الشهر المقبل رح توقف النزف اللي عم بيصير بغزة وبرفح بالتحديد اليوم هلا بتعديري نحنا بالمفاوضات لوقف اطلاق النار الإسرائيلي إذا نرجع لتاريخ الصراع دايما كان وقت لتأرد قصة وقف اطلاق النار بيندفع لتحقيق اختراق ما بيوضعوا بموقع الأفضلية والمبتز للطرف الآخر بالمفاوضات يعني بال73 مثلا عامتا ندفع لإكمال تطويق الجيش المصري الثالث بقصة صغرة الدفرسور وقت لي انه خلص في وقف اطلاق النار وقضى بعدين كل مفاوضات لفصل القوات مع مصر بالأشهر التالية وهو عم يبتز المصريين لأنه عبره عبر حواجزه بده تمرق يمرق التموين للجيش البصري التالي بوقتها فهون قصة الامساك بالمعابر هي لأنه بده يفوت بمرحلة التفاوض يعني لأنه هذا وقف طلق النار بده يكون على أربع مراحل يجدد كل شهر ونص انه بهيدي الوضع بيقدر يبتز الطرف الفلسطيني لا بقصة المساعدات اللي بده تمر شو بده يمر بطول عمره لنتانياهو ما هو هيدا اللي عم بيحاول يعمله بس عمره السياسة عفوا كمان ما شمع ينفهم غلط مالا هوني ينفهم غلط ينفهم صحف ماشفر ماتانياهو بس حتى يعني بهيدي الصيغة وبدو يقدم صورة إنجاز لل لجمهوره بس هوني عنديك سموتريتش وبن غفير بدون يتركوا الحكومة إذا تركوا يعني صار إذا بدو يرجع يشك الحكومة صعبة إلا إذا بدو يرضي جماعات اللي هي بالمعارضة جانسو لابيد لأنه رئيس الوزراء بالكاين صهيوني ينتخب مباشر من الناخبين هاي دي لإعطاء نوع من حصاني شوية للمنصب يعني بناء على تجربة الثمانينات وأوائل التسعينات فإذا ما قدر بعد 7 أكتوبر تشكلوا حكومة مصغرة شكراً دي ضلت الحكومة بس عمل مثل فريق وزاري أو حكومة مصغرة للحرب هلا اللي بدو يصير أنه إذا فرطت الحكومة الأرجح ألا يتمكن نتنياهو من البقاء رئيساً للوزراء وإذا ما بقي رئيس للوزراء طبعاً هو رايح الخبس المحاكمة إلى آخره بس ما في عندك بالكاين صهيوني رجل قادر أنه يعمل إجماع أو يحصل على أغلبية هو بالأساس نتنياهو حصل على أغلبية بسيطة بالزور فهذا سيؤدي إلى تشكيل حكومات ضعيفة وإتلافية تنهار وبتقدير أنه الكاين صهيوني متجه إلى حالة من الفوضى السياسية حالة من الفوضى بلقيها العالم العربي بإنقاذ فلسطين أو أي عالم عربي عالم عربي ثلاثة ربعه راكد بده يطبع مع إسرائيل فيك تستثنين شو ما صير فلسطين فوضى في إسرائيل شو ما صير فلسطين هلأ أقصى ما يمكن أن يصل إلي الفلسطينيون هو هدن طويلة الأمد اللي هي تحديدا بغزة وحالة ردع تفرض بين غزة وإسرائيل شبيهة بحالة الردع التي فرضت المقاومة اللبنانية في مواجهة إسرائيل بعد العام 2006 بهالوقت ننتظر تصاعد المقاومة في الضفة تمام ننتظر لا وراح يكون في تصاعد للمقاومة في الضفة وبالتالي المرحلة المقبلة الدفة لدى السلطة لا هلأ أولا في صراع داخل عفوا فتح و أبو مازن الله يطول بعمره صار لأ ستة وثمانين سبعة وثمانين سنة على وقت لعم نحكي لعشرين سنة مقبلات إذا رب العالمين أمد بعمره بيضلوا حاكم لعمر المية وثماني سنين تقريبا أو يعني نحن عم نحكي هلأ لعشرين سنة هوني رح يكون فيه تصاعد للمقاومة والأرجح أن تكون رأس الحربي ليس انتقاصا من دور حماس أو رأس الحربي بتكون هالمرة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للضفة لا لأنه حماس هوني بدأ تكون وصلت لحالة ردع ثبتت حالة ردع فهوني بغزة تا ما يكون فيه اختراق أو يعني قد يكون هناك متطلبات للإبقاء على الهدن فساعتها بديك انت فصيل ويكون طبعا بالتنسيق بين بعضهم الفصيل اللي قادر انه ينطلق فيه ويكون يشكل رأس حربي هو الجهاد الإسلامي وأيضا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دكتور جمال وكيم العالم اليوم زمنا نطلع فيه عالم غير مستقر حدا بيقلك انه رحين إلى حرب عالمية الثالثة البعض بيقول نحنا عايشين بالحرب العالمية الثالثة البعض بيقول انه لو ضوح لأي مشهد بالمرحلة المقبلة اذا رحين إلى تسويات أو حلول قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية الامريكية كيف اترى المرحلة المقبلة هلا اولا نحنا بحرب عالمية الثالثة نحنا بحرب عالمية بكرة التاريخ بيكتب يعني من ضمن الحرب يعني غزة كانت خلال حرب العالمية الثالثة غزة ووكرانيا والتوتر اللي عم بيصير بجنوب شرق آسيا واليمن كله هذا والحصار على لبنان الاقتصاد هو جزء من هذه الحرب والصراع الداخل لبنان بين النخب هو جزء من هذه الحرب وشي اللي عم بيصير بالعراق ضد القواعد الامريكية والحرب التي تشن ضد سوريا كله هذا لأن نحن 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 نشهد تحول النظام الدولي من نظام احادي القطبية باتجاه نظام متعدد الاقتصاد وهذا ما حصل بعد في حلقة اخيرة لكسر الاحادي القطبية اللي هي الاستغناء عن الدولار وهو اللي رح يصير بكانون اول ديسمبر 2024 طبعا بدو وقت لا ياخد مفاعل بس هون بالقمة البريكس المقبلة في مسئلتين بدون يقروا توسيع قمة البريكس في هلأ تقريبا 40 دولة من العالم الثالث تقدمت بطلب عضوية بالبريكس والروس متحمسين للموضوع في واطلاق عملة موحدة للبريكس تستغني نهائيا عن الدولار هوني الحديث عند الخبراء الامريكان انه يعني هيدا بأفضل الأحوال بالنسبة لأمريكا سيخلق عالمين متوازيين يعني هيدا اليورو الحديث مش اليورو اليورو بالأساس هو مرتبط أيضا بالدولار اليورو مرتبط بالدولار لا عم نحكي عن عملة خارج إطار سيطرة اتفاقية بريتنون شو كفالته كانت الذهب الذهب لأنه هلأ بأيلول بأيلول باعتقد الماضي كانت وصلت أنصة الذهب لألف وسبعمية وخمسين دولار الواحد وثلاثين فاصلي أربعة جرام أداي هلأ الأنصة وثلاثين وثلاثين وثلاثمية يوم يوم بقوله بأهل مستويات كانت طيب لا لأنه تكون في سند للعملة تم يكرر تجربة الولايات المتحدة منظومة بريكس وتبلش الدولار كان محمي بالدعب بس عامتا فكوا وقت صار عندهم أزمة عامتا بالواحد وسبعين ريتشارد نيكسون اللي طلع بالقرار بس شو كان الرهان أنه كل العالم بحاجة للدولار نحن منطبعه هني بياخده بس كمان كان عنده الحجة سيطروا تقريبا على عدد كبير من دهب العالم وأتحطوا عنده هو بالأساس سيطروا عليه بالحرب العالمية التانية أنه جيبوا الدهبيات منحطهم عندنا نعطيكم نصاري بفورت نوكس هلأ اللي صار أخذوا الدهبات وما عاتوش وما رح ياتوش الحمد لله بس هوني ورجعوا كيف سند وكيف كانت لا يضلوا الدولار قوي مع أنه فكوا ارتباطوا بالدهب أولا الطلب على الدولار بالتجارة الدولية الكل بده دولار واثنين ربط المبيعات النفط بالدولار وهذا اللي طلع مصطلح البترو دولار هلأ اللي عم بيصير أنه بدأت تنقل بالإي بمعنى أنه بدأت تطلق عملي عم تحكي بمينموم 35% من اقتصاد العالمي أصبح خارج الدولار وعنده مقومات اقتصادية تغني عن التعاملات مع الغرب بكافة المجالات عدا عن ذلك مسنود بشو بالدهب من هوني صار لون من الـ 2010 كل دول اللي بلي بريكس عم تشتري دهب وهيدا اللي رفع أنصة الدهب بالـ 2010 من ألف دولار 2300 وصلت 2400 دولار نعم وبدوا يضلوا يرتفع الدولار على فكرة الدولار بيرتفع الدولار أه سوري الدهب أما الدولار فهوني وقالتلي الناس عم تطبع وهو ديك بطلوا ياخدوا شو بيعملوا فيون بيعملوا فيون الصباريخ أيوة ببعتون أيوة دكتور جمالوا كيم حلقة كانت متنوعة جدا بس بعد فيه موضوع قبل ما أختم عندي ثلاث دقايق أو أربعة دقايق مش كثير وقت بدي أطرح موضوع منظمة الصحة العالمية آخر الشهر رح تصوت على معاهدة هي معاهدة الوباء المنتظر وكيف رح يتعاطوا معه العالم والواضح أنه بأمريكا يعني عم نشوف بعض النواب بالكونغرس رافضين هذا الموضوع لأنه بمس بالسيادة الوطنية في دول رافضة بالمطلق نحن بالبناء مش هسأل عن حالنا لأنه ما بنعرف نحن لمع مين ولا كيف ولا ليش ولا الآخرين كيف عم تقرأ هذا الموضوع هل هو من ضمن النظام العالمي الجديد يلي ما أدري سيطر بالاقتصاد المطلق بأي سيطر بالأمن وبالصحة بالمطلق بالعالم هذه الخطورة وين أنه المنظمة الصحة العالمية تمول بالدرجة الأولى من تبرعات لشركات غربية وبالتالي هي منحازة لهذه الشركات بس نقول أنه هي مش منظمة أعداء منتخبين يعني كمان مش يعني هي موظفين فهون طيب مين بيصيروا هني بدوا نقرروا لك شو الدواء وشو السياسات الصحية والكروتوكول بالزبط وهيدا بيفوت يعني هيدا نمط من تغلغل لنفوذ عبر الصحة جزء من القوة النعمية وهيدا خطير جدا ما ننسى أنه بقصة كربانا كيف صار في حرب تجارية بين الشركات الغربية والشركات الروسية وكي لأنه بيضرب كل الأرباح اللي ممكن تحقق الشركات الغربية من أسترازينيكا لفايزر لغيرها فهون يعني حتى الكوبيين طلعوا باللقاح ومع طبعا ما منعترف بالكوبيين ما منعترف بالإيرانية هني والكوبيين عملوا شيء اسموه عبد الله اللقاح روسي كمان عندك سبوتنيك فيه والصينيين طبعا لا بس اللقاح الغربي بدوا فهيدا مرتبط بالشركات ونفوذ الشركات على الحكومات طبعا هدي كيف بتصير أنه يفرضوا عليك سياسة صحية معينة هون بالنسبة لجماعة الهجرة الموسمية إذا ما بتلقح لقاح غربي بيعطوني فيزا موسمية ساعتها للغرب فهيدا مسألة خطيرة يعني وضروري واحد يتنبه لها إن شاء الله يكون عنا نحن كلبنانيين أنا عم بتمنى يكون عنا نعرف لبنان شو رايح يعمل بمنظمة الصحة العالمية ونعرف إذا هالشي تم مناقشته بمجلس النواب وبهمنا كمان نعرف إذا تم مناقشته شو القرار يتاخذ يعني ما يكون مفضوض علينا يعني نقول إن شاء الله بس ما رح يصير يعني اللي رايح ينتخب نفس نفس اللي جابوا لهم إنك براح انتخبهم مثلا بدوا يكون واعي إنه مسؤولين ويروحوا ويتنبهوا لهذه المسألة نحن شغالين دايما فكري كلايف عنا هالأد قديسين بهالبلد لأنه غير الله ما بيقيم فينا عن جد حلوي هاي رح أختم فيها بدي أشكرك دكتور جمال وكيم على الحلقة الممتعة بدي أشكر نتالي بدي أشكر كيفورك بدي أشكر الأصدقاء المستمعين وإلى لقاء جديد عبر صدفان إلى اللقاء